و هرجع اقول لك اه مخطئ اه مخطئ اتحاد كرة اخطئ اخطئ في سرعة الاختيار بتاعة كابتن ايهاب جلال اخطئ في الملف بتاعة البطولة الافريقية و استضافة نهائي دوري ابطال الافريقية مع النادي الاهلي و هرجع اقول لك النادي الاهلي يكسب البطولة هو بيلعب الودات في اي مكان بالحالة السيئة اللي ظهر فيها بتأليف موسيماني عالش اتكلمت مع حضراتكو كتير بس كان لازم نقعد نتكلم مع بعض و في الاخر احنا ما بنطلبش من حد غريب حاجة اللي بنطلب منهم الدعم والمساعدة دولة اخواتنا الكبار يعني دولة اخواتنا الكبار دولة اللي احنا بنقعد بنتعلم منهم وبنتفرج عليهم و انا على المستوى الشخصي قسما بالله العظيم انا مزعلان من احد لان انا مقتنع ان انت اما بتهاجم لا على الاقل لو الدنيا راحة في سكة يعني كبيرة شوية او اكتر من اللازم ولكن لا فيه اخطاء و احنا عندنا اخطاء و في النهاية هقولك اللي يرضى ان هو يشتغل في العمل العام عليه ان هو يبقى ثابت و يرضى ب زي ما انت لو النتائج بقت كويسة والدنيا مشت كويسة والناس هتشيت بيك لازم تتقبل لما يبقى فيه غلطات وهو قريدي فعلا فيه غلطات لازم نبقى فاهمين انه هيبقى فيه هجوم والناس هتتكل ولكن المرحلة اللي جاية ان شاء الله زي ما بنقول عايزين تكاتف احنا خلص اول مرحلة عايزين نشوف مدرب يبقى مدرب كويس مدرب محترم وبقول لحضراتكم بالمناسبة يعني قبل ما اطلع فاصل مش كل حاجة تقراها تصدقها يعني مش كل حاجة لان طبعا الواحد هو بيتابع بيشوف كلام كتير واخبار كتير اخبار كتير جدا بتبقى مغلوطة اخبار كتير جدا بتبقى مغلوطة يعني على سبيل على سبيل المثال بعيدا عن اي حاجة وصرح مصدر مسئول ذكر رفض اسمه ده اللي حيجنني المصدر المسئول اللي ذكر اللي رفض ذكر اسمه حجنني دي فسا عرف ليه بيرفض انا على قلب زال عسل لو اعرف صرح فلان الفلاني انما هو على طول مصدر مسئول رفض ذكر اسمه ان احنا بندور على مدير فني بيلعب كرة هجومية عشان احنا بنحب الكرة الهجومية ويدفع كويس قدام الفرق الكبير ايه التصريح ده انا بعد التصريح عرفته ليه ما ذكرش اسمه ده ما ينفعش يذكر اسمه بعد التصريح ده يعني ايه بيلعب كرة هجومية كويسة اللي احنا بنحبها وفي نفس الوقت يدفع كويس قدام الفرق الكبير طب بالنسبة للفرق الصغيرة ما دفعش يعني ممكن اناقق واحد ما بيدفعش كويس قدام الفرقة الصغيرة يعني بس أما حاجة قدام الفرقة الكبيرة بيدفع كويس فحتى في حاجات يا جماعة بتتكتب حتى طريق كتاب إنته بتبقى غريبة جدا والله المنظر اللي رفض ذكر اسمه ده حاجة برضو غريبة جدا وصرنا مرة نعرف مين الموضوع ده جماعة احنا طبعا المنظر اللي ظهر في شهر ستة سواقفه ماتش غينية رغم ان احنا كسبنا ماتش غينية منظر ما يرضيش حد وزي ما هو ما يرضقوش كجماهير ما يرضناش برضو كالتحاد أداء كان سايق في غينية الأداء كان سايق في إسيوبيا أداء كان سايق جدا في كوريا نتمنى الفترة اللي جاية زي ما بقول لكم ان احنا ربنا لهمنا الصواب في اختيار المدربين بطريقة كويسة بعيدا عن الفلوس ما كانش في دولارات ودلوقتي زهرة الدولارات وكان ما عرفش ايه وده كان من ضمن الاستعجال برضو دي حاجة سريعة برضو عشان دي حاجة مهمة جدا ان انا قدي حق الدكتور أشرف صبحي راجل داعم وقعد مع مجلس إدارة الاتحاد وفهمنا ان هو في ظهرنا وحيفضل في ظهرنا على طول وحيبقى موجود وحيدعم ويوي وكلام ده كله لان من ضمن الحاجات داية اللي تصرعنا فيها ان احنا كنا لازم برضو نقعد مع الدكتور أشرف صبحي حتى ما بنلكش لشان القرار بتاعه ولا حاجة ولكن هو ما اشرقناهوش الدنيا شكلها ايه عندنا ايه احنا ما عندناش يا دكتور أشرف فالرجل يبقى موجود لا انا معاكو وفي ظهركم لانا حسعيدكو لا بقولك كل حاجة حصلت بسرعة فحبيت يعني برضو اقول شكرا للدكتور أشرف صبح وزير الشباب ورادل ان فعلا هو الرجل واقف معنا على طول وكان حريص ان احنا بعد مرجعنا من كوريا ان هو يجتمع بمجلس الادارة الاتحاد الكورة وان هو يبقى يأكد ان هو هيبقى داعم الفترة اللي جاية في الاختيارات الكتيرة لا ما حفرناش ولا لقينا في الدولارات ولا اي حاجة خالص ولا اي حاجة خالص ولا اي حاجة خالص ولكن الفترة اللي جاية نتمنى ان الناس تسندنا وفي نفس الوقت نتمنى احنا احنا برضو كمجلس ادارة برضو الهدوء البعد عن التوتر البعد عن التصريحات الكتير لان لان ممكن تكون تصريحاتنا كتير ممكن تكون التصريحات دي بتعمل لنا اقلق بتسبب لنا مشاكل يعني انا بنصح نفسي وبنصح زميلي ان احنا نركز اصلا اكتر الفترة اللي جاية بعيدا عن التصريحات والحاجات دي وان شاء الله الواحد مستبشر خير بإذن الله ان الفترة اللي جاية هتبقى فترة احسن من من كده نما